السلام عليكم كيف نحسب تردد الرنين أو نقول ما هو التردد الذي يصنع الرنين لهذه الدائرة لدينا دائرة فيها مكثف وقيمته 264.8 نانو فرد وملف قيمته 122 ميكرو هنري والسؤال ما هو التردد الذي نحتاجه ليصنع الرنين لهذه الدائرة الجواب من هذه العلاقة نستطيع استخراج تردد الرنين واحد تقسيم ناتج العملية الحسابية أسفل الخط في المقام دعنا نشرح العملية الحسابية أسفل الخط 2B ضرب جذر LC يعني 2B وهي 6.28 ضرب جذر LC ما هو جذر LC نأتي بقيمة الملف ضرب قيمة المكثف ثم نأخذ جذر الناتج نكرر 6.28 ضرب جذر LC ثم نضع الناتج أسفل الخط الآن نقول واحد تقسيم الناتج ويساوي تردد الرنين 28 ألف هرتز هكذا نستخرج تردد الرنين واحد ثانية نضعها في البسط وناتج 2B في جذر LC نضعها في المقام ويساوي تردد الرنين شكرا لمشاهد الفيديو إن أعجبك الشرح من فضلك ضع لنا أعجاب